خير الكلام قليله إذ أوراقا بحروفه آي الكتاب ربيعا وسرى بنور حديث خير معلم وهبت به حكم جرت ينبوعا الحمد لله رب العالمين أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجيك العظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون إن حلقتنا اليوم ستكلم عن الصيام تهزيب وتأديب إن الله سبحانه وتعالى شرى علينا فريضة الصيام تهزيبا وتأديبا لنا فإن الله لم يفرض علينا الصيام ليعزبنا ولكن ليهزبنا ويؤدبنا وليرى منا ثمرة الصيام ويرى منا التقوى التي هي يرجوها الله منا سبحانه وتعالى فإن الصيام قد شرعه الله ليحصل منا التقوى فألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن التقوى صمرة الصيام وهي تهزيب وتأديب للإنسان فإن حصل الإنسان التقوى حصل الأخلاق الحسنة كلها وعامل الناس معاملة حسنة وإن من ثمار الصيام وتهزيب الصيام وتأديبه للنفس البشرية ولنفس المسلمين على وجه الخصوص أن الصيام يهزب في الإنسان غريزة الشهوة التي قد تورد الإنسان المهالك وربما نرى البعض يجري وراء شهواته ولا يقبح هذه الشهوات وربما تورده المهالك لكن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام تهزيبا وتأديبا تهزيبا لهذه الغريزة فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء أي أن الصيام يهزب شهوة الإنسان وإن الصيام الامتناء عن الطعام والشراب والشهوة ليقوي في الإنسان المسلم الإرادة وقوة التحمل فإذا استطاع الإنسان ترك الطعام والشراب اللذان قوام حياته وترك الشهوة التي هي قيام وجوده فإن تركه للمعاصي أسهل عليه ولا يزال العبد المؤمن يترقى ويهزب النفس ويهدبها حتى يصل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويرتقي في أعلى الدرجات فتصير نفسه مطمئنة راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة والنفس المطمئنة الراضية المرضية هي التي حصرت النجاح والفلاح التي زكت نفسها وأدبت نفسها اعلم أخي المسلم إنك إن امتنعت عن الطعام والشراب امتسالاً لأمر الله سبحانه وتعالى فإن أجرك على الله والأجر عند الله مضمون سبحانه وتعالى لأن الصيام والقرآن يشفعان للعبد المسلم يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للإنسان يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان للعبد المؤمن إن من أعظم صمار الصيام التهذيب والتأديب فإن العبد المسلم إذا صادفه ما يغضبه أو ما يجعله يخرج عن شعوره ويثير فيه النفس الغضبية فهناك يتدخل الصيام بالتهذيب والتأديب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين الدواء الناجح الذي لو انتسله العبد المؤمن لهزب النفس وأدب النفس بالصيام ألا وإنه ليزكر نفسه إنه امتنع عن الحلال الطعام والشراب فلا ينبغي عليه أن يفطر على الحرام فيسب أحداء غيره أو يشتم غيره روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة أي الصيام وقايا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب ولا يجهل وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إن مرء صائم مرتين والذي نفسه بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يجزيه أعظم أعظم السواب أخي المؤمن اعلم أن ثمرة الصيام أن تهزم النفس وتؤدبها والترق النفس بالتهزيب والتأديب والتراقب نفسك وإياك أن لا يرى الله سبحانه وتعالى منك ثمرة الصيام بالتهزيب والتأديب فلا تجني أجر صيامك ولا تكن ممن يصدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يحذر الصائم من أن يصوم ويمتنع عن الطعام والشراب لكنه لا يمتنع عما حرمه الله سبحانه وتعالى فلا يجني ثمرة صيامه ويكون صيامه بلا فائدة ولا طائل ولا يكون صيامه هزبه ولا أدبه فالنهز بالنفس والنؤد بالنفس بالصيام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام يا رب العالمين وأن يهب لنا الإخلاص في العلم والعمل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خير الكلام قليله إذ أورقا بحروفه آي الكتاب ربيعا وسرى بنور حديث خير معلم وهبت به حكم جرت ينبوعا هو كالضياء توهجا وهدايا سكنت معانيه رؤى وظلوعا خير الكلام خير الكلام خير الكلام قليله إذ أورقا اشتركوا في القناة